السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات الانتبعها حياكم الله مشاهدي الأحبة فنهلها رتبة في خير منزلة سمت بروح له فأهدي الغرفة وغادر اليوم أرض العراق أب كان الحنون وعن اليوم قد خطف في غرة رجب الأصب يستذكر العالم الإسلامي السيد محمد باقر الحكيم قد سره الشريف الذي اغتالته يد الإرهاب لتنال من رموز الجهاد والتضحية في العراق فشهيد المحراب سليل العترة الطاهرة والابن البار للمرجعية وفي هذه المناسبة استذكر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي تضحيات فقيد الأمة التي رسمت دماءه الزاكية مشروعا لطريق ذات الشوكة ومؤكدا على أدواره المحورية التي أثارت العزيمة لاستلهام العبر في حياته وجهاده ومقارعته للظلم ومشروعه السياسي ولهذه النقاط اغتال البعث وأريق الدماءه بجوار جده عليه السلام في هذه الأثناء في ملفنا الثاني سنأخذ ونتحدث عن مواجهة تقلبات سعر صرف الدينار أمام الدولار الذي أثقل كاهل المواطنين حيث سارعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ جملة من إجراءات تصحيحية لمسار العملية السياسية النقدية للعراق منها إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه بعد تسجيل إخفاق في أدائه وعدم القدرة على الانتقال نحو مساحات آمنة تصحح البون الشاسع بين العملة المحلية والدولار وهذا ما جعل أسعار السلع الاستهلاكية تحلق عند مستويات قياسية فضلا عن خطوات أخرى أبرزها دعم البطاقة التموينية وما رأيناه بين الأمس واليوم من انخفاض ملحوظ لسعر الصرف وفي هذه الحالة سنتناول هذين ملفين المهمين في حصادنا لهذه الليلة مشاهدي الأحبة تتفضلون بقاويانا ومتابعتنا لم يرق لحزب البعث المقبور نشاط السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف عند عودته للعراق لما لاحظت من التفاف الجماهير حوله والتسليم بأبكاره نتيجة استيعابه لمتطلبات الشعب واحتياجاته فسارعت أياد الغدر لاغتياله بجريمة لا ينفك عنها الخزي والعار مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوفنا الكرام بعد مشاهدة التقرير الآخر السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف حكيم الثورة والدولة والضمانة التي عول عليها عراق ما بعد 2003 في أن تكون طوق نجاة تنتشر البلاد من جراحه التي حلت به بعد زوال نظام الطاغية صدام لكن الأول من رجب من عام 2003 أي بعد خمسة أشهر من دخوله العراق عائدا من منفاه امتدت يد الإرهاب الآثمة لتنال من هذه القامة العلمية والجهادية عندما اغتيل بسيارة مفخغة بعد أتمامه لصلاة الجمعة في الصحن العلوي الشريف ليلتحق بالرفيق الأعلى مضرجا بدمه يشكو لله ظلم الطغات المارقين غرة رجب الأصبية استذكر فيها العالم الإسلامي شهيد المحرب الذي باغتياله انطفأ نور من الأنوار المحمدية الأصيلة فعرفته ساحة إيران والعراق وسائر أرجاء العالم الإسلامي رساليا ملتزما يحمل هموم المسلمين ويدافع عن قضاياهم وقد نجح في أن يترك بصماته الواضحة عبر رسم مسارات علمية مهمة تؤسس لمناهج وأفكار ونظريات مميزة فشخصيته كانت متعددة الأبعاد وتسير بشكل متوازن مع كل العناوين من دون أي تضاد المسيرة الجهادية للسيد الشهيد امتدت لأكثر من خمسين عاما تاريخ ثر فهو نتاج مدارس الآيات وعباءة الزعامات الدينية الفدة فبوركت تلك الدماء الزاكية التي تناثر شباها لتحكي قصة شهيد سجل علامات فارقة في محطات نفصلية استوعبت مساحات زمنية آنية ومستقبلية باقر العلم ومعدن الحلم ولد قضية واستشهد مشروعا ورحل منهجا علي حبيب الأيام القضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مجددا المشاهد يا الأحبة ورحب بضيفي الكريمين سماحة السيد قرات الشرع عضو الهيئة العامة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حياكم الله سماحك السيد وكذلك ورحب بأستاذ أحسان الحكيم عضو المكتب التنفيذي المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حياكم الله سيد أحسان ضيوفا كراما نبدأ مع حضرتك سماحة السيد قرات الشرع نتحدث عن مرحلة العمل من المهجر لشهيد المحراب قدس سره يعني بعد أن ضيق حزب البعث على السيد الحكيم رأى السيد الشهيد أن أكمال مسيرة الجهاد باتت غير ممكنة من الداخل لمجابهة النظام فاختار العمل من خارج العراق وهذه المرحلة كانت مهمة في تشكيل النواة السياسية والثورية التي وضع معالمها سماحة السيد شهيد المحراب شكرا لكم السلام عليكم وعلى أضيفكم الكرام ومتابعكم الأعزاء في كل مكان ورحمة الله تعالى وبركاته فعلا سماحت السيد شهيد المحراب ونحن اليوم في برنامج وحفل تأذيني لذكره ومن فلسفة هذا الحفل هو أن نستفيد نحيي هذه الذكرى ولكن لنحيا بها والشهيد حي عند الله سبحانه وتعالى ومهما صلتنا من أضواء على هذه الشخصية الفذة والقاعدة التي تقول الأمة التي تمجد أفدادها وتخلد رموزها كما هو السيد الشهيد هي أمة قادرة على أن رسم مستقبلها إن شاء الله أما ماذا نريد أن نقول عن هذه الشخصية الإملاقة الربانية العلمائية الحوزوية في كل حيثياتها الحديث عن سماحت السيد حديث ذي شؤون وفي بعض حالاته ذي شجون حديث يتسأ أفقا ويمتد عنقا ولكن لما كان لا يعدن أو لا يذهب الميسور بالمعسور نقول سماحت السيد كان أدة مشاريع في مشروع واحد هو مشروع في حذاته وكان متكون من أدة مشاريع ولكن يقدم ما فيه المصلحة لوقته واستثمارا لظروفه الزمكانية من الزمان والمكان سماحت السيد كان مشروعا سياسي جهادي تعبوي توعوي معرفي مجتمعي ولكن علمي ولكن رأيناه يقدم هذه المشاريع تتحرك سوية ويقدم من هو الأولى في تلك الظروف وهذه القضية المواصفات والقدرات لهذه الشخصية ومعالم هذه الشخصية لم تأتي من فراغ كان قد عد نفسه في هذا البيت الطاهر استعدادا كبيرا لكل شيء للإلم والتضحية وكذلك ولذلك لما يقول عنه السيد الشهيد محمد باقر الصدر عضي عضي المفده هذا لم يأتي من فراغ خصوصا لما كان متابع لتقريراته في كتبه فلسفتنا اقتصادنا الاسس المنطقية في الاستقراء البند اللاربوي وكان يكتب بهذه التقريرات يحصل على هذه الادية من قبل السيد محمد باقر الشهيد محمد باقر الصدر لما يقول عضي المفده أو لما نسمع السيد الإمام لما يقول عنه ابن الحوز الشجاع هذه لم يأتي من فراغ عارف السيد الإمام وهو العالم الرباني والذي تعرفون عنه كما أننا سمعنا وشاهدنا ولمسنا وخير حقيقة هي من يذهب لها الانصراف أنا في يوم الأيام كنا قد استضفنا الأخ نجاح محمد علي كان مراسل العربية في وقتها بعد دخول السيد الشهيد المحراب إلى العراق عن طريق البصرة لما واقعا تقدمنا له بوافر من الشكر والامتنان وجزيل من التقدير والاحترام لما قال المانشيت الواضح قال أنا قلت في العربية وعاد خميمي العراق أقول هذه المحبوبية لهذا السيد ولهذه الشخصية لم تأتي من فراغ عرفت الأمة المحتوى الداخلي للسيد من الأهداف السامية والمعالم الطيبة والثراء العلمي والكمال في أخلاقه كمال الإنسان في مقدار رقيه العلمي وسموها الأخلاقي وقد تحققت لدى السيد فلذلك اكتفت حوله الأمة والحديث بخصوص السيد سواء في المهجر أو في المحضر أو في هذه الفترة التي حضر أكثر من 14 كاسات بعد الرجوع إلى العراق هذه الخمسة شهور راجحها لنفهم تعالي أن نراجحها لنفهم أنه وضع كل الحلول وشخص كل الأمور التي ستكون ووضعها لها الحلول نتمنى ندخل أعزائي أن يؤيدوها ويضعوا الحلول لما نحن نعانيه نعم الحديث كثير وأنا بخلمتكم بالفعل الحديث ذو شجون وشؤون قبل الشجون وجد ترحب حضرتك أستاذ حسان الحكيم يتحدث سيد فرات الشرع عن هذه المتلازمات ولا زنا في مرحلة العمل في المهجر الدور المؤثر للشهيد الحكيم فرض على صدام الاعتراف به كقوة مجابهة قوية وفاعلة تحدث التغيير وتشكل الخطر على نظامه وهذا ما جاء على لسان سماحت شيخ الدكتور همام حمودي في كلمته في المجلس التأبين والمهرجان التأبين بذكرى استشهاد شهيد المحراب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم عزيزي وشكرا للمشاهدين ورحب بأخي وعزيزي سماحت سيد فرات الشرع الحقيقة استذكارنا في هذا اليوم من الأول من رجب للشهيد السيد محمد باقر الحكيم قدس السره هو كما ذكر أخي هو استذكار وإحياء لهذه المناسبة ولهذه الشخصية التي قدمت للعراق الكثير الكثير نعم شهيد المحراب كان أمة في رجل كان يتحرك في كل الاتجاهات لذلك سبب قلقا للطاغية المقبور صدام فالسيد الحكيم تراه تارة في الأهوار مع المجاهدين وتارة أخرى تجده في الحوزة العلمية مدرسا لعلوم القرآن وللأصول وغير ذلك تارة تجده يجوب البلدان مرة في الكويت ومرة في السعودية ومرة في سوريا ومرة في المملكة المتحدة وتارة في دول أخرى كان يتحرك بكل الاتجاهات كما ذكرت سياسيا متألقا مدافعا حقوق شعب العراقي في كل مكان وكان أيضا مؤسسا للعديد من المؤسسات منها الفكرية ومنها الصحية أذكر منها مؤسس دار الحكم الذي كان يدرس ويخرج طلبة العلوم الدينية وكان مؤسسا لمؤسسة الشهيد الصدر التي كانت ترعى العراقيين في المهجر صحيا كان مؤسسا للمركز الوثائقي لحقوق الإنسان الذي كان يؤرشف ويفضح جرائم نظام صدام على المستوى العالمي وتراه أيضا كما ذكرت يذهب إلى العديد من البلدان مدافعا عن القضية العراقية وعن مظلومية الشعب العراقي التقى بالأمين العام للأم المتحدة ديكويلار عام 1995 شارحا له وموضحا مظلومية الشعب العراقي كان له رأيا مستقلا رغم أنه كان يعيش في الجمهورية الإسلامية إلا أنه كان له رأيا محترما ومقدرا من قبل القيادة الإيرانية قد يكون يتحرك الشهيد السعيد السيد محمد باقر الحكيم باتجاهات هي خلاف ما يعتقد به الأخوة في الجمهورية ولكن كان هذا ضمن نطاق حركته للدفاع عن الشعب العراقي هذه المقبولية لدى دول العالم وملوك العالم ورؤساء العالم والعديد من الدول الأوروبية والأجنبية خلقت قلقا واضحا لدى النظام الصدامي المجرم لما يمتلكه الشهيد السعيد كما ذكرت من مقبولية في هذه البلدان فكان صريحا وشجاعا في طروحاته على كل الميادين مما خلق هذا الرعب داخل النظام المجرم سمحت السيد يعني ضافة لما تفضل به الأستاذ إحسان الحكيم يعني أشار شيخ حمودي في خطابه بأن شهيد المحراب ركز على نقاط عمل اجتملت على العراق شعب العراق تاريخ العراق حوزة العراق موقع العراق إذن كان العراق حاضرا في كل سكناته وحركاته هذا البعد كيف تفسره سمحت السيد نعم هذا بلا شك للقارئ والمتابع يجد هذا من البداهة في شخصية سمحت السيد ووجدنا هذا عن قر سواء بالمعاشرة والمعايشة أو بالواجبات التي كنا نكلف من قبل سمحت السيد ولكن بنفس الوقت لم ينسى ولن يغب عن ذهنه ما يعانيه المجتمع الإسلامي بشكل عام بل المستضعف في العالم بشكل عام كان يتحرك حركات ولذلك كما تفضل وتطرق جناب السيد الحكيم كان يجوب ويستكشف وهو صاحب العقل والذهن الوقاد كل يوم هو في شأن كل يوم وهو في طرح كان يوصل أخوة العزاء لكثرة الاجتماعات ويعتبرها أنها بناءة وجذابة وولادة للأفكار السليمة بالإضافة إلى متابعته فرابطة أهل البيت وروابط التحقيق بالإضافة إلى الدروس الإلمية بالإضافة إلى المتابعات بالإضافة إلى المؤتمرات كثير من المؤتمرات لما لم يحضر السيد نشعر أن الأخوة العزاء الذين هم في المؤتمر ينتظرون شيء آخر ألا وهو السيد بهذه القدرة نعم كان سمحت السيد اهتمامه الأول هو الوحدة الإراقية ووحدة الكريمة الإراقية والنهوض بواقع الإراق وقبل ذلك بطرج النظام الجاثم على صدر الإراق المتمثل بالنظام البحثي وعلى رأسه صدام في ذلك الوقت ووفق بشكل أو آخر لتعاطي جيد لأنه كان يتعاطى تعاطي سليم مع القضايا ويشخصها بتشخيص دقيق ويتلقى تلقي حسن فوفق توفيق كبير كثير ما كان يتوقعه الآخرون لكثير من القضايا إلى منها احتراف صدام به بالإسم ومنها العمليات التي استطالت من مقربين من صدام وغيرها عمليات جهادية وأخرى فكرية وأخرى تعبوية أقول كان السيد اهتمامه الأول هو العراق ولكن لم ينسى الاهتمامات الجانبية الأخرى للمجتمع الإسلامي بل للمجتمع الإنساني بشكل كامل من حيث أن يريد كان أن تنتصر الفضيلة أينما كانت أن تنتصر العدالة أينما كانت أن تتوحد الأمة الإسلامية ووضع لذلك مؤسسات ووضع لذلك متابعات ولجان كثيرة وكتبه ملقى بهذه المعاني وهذه الأهداف السامية هذا سمحت السيد طيب شهيد المحراب حمل هموم البلد بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم من الشمال إلى الجنوب وخير الدليل على ذلك خطاب الشهيد الحكيم عندما قدم السنة على الشيعة وهذا رسالة اجتماعية واضحة بالإضافة إلى الرسالة الأخرى التي نصص عليها الشيخ همام حمودي بأن الشهيد الحكيم ركز على العشائر العراقية واعتبرها أساس المجتمع العراقي وبوابة نجاح كل العمل وهذا المفهوم لربما سار عليه أتباع الشهيد الحكيم إلى يومنا هذا فلا زال وجهاء وشيوخ العشائر هم في مقدمة المجتمع ولا زالت هذه الطوائف وتعددها أيضا حاضرة في كل محفظ شكرا جزيلا الحقيقة كما ذكر سماحة السيد رئيس المجلس الأعلى سماحة الدكتور الشيخ همام حمودي هذا اليوم شعار البرنامج اليوم كان على خطاكم نحو عراق مقتدر فعلا نحن الآن وكيادتنا في المجلس الأعلى نسير على خطا شهيد المحراب التي رسمها لنا ولن نحيد عنها أبدا نعم السيد الحكيم كان خارج نطاق الطائفية بدليل أنه في كل زياراته إلى أي محفظ عالمي كان يرافقه ضمن الوفد من الأخوة السنة والأخوة المسيحيين وأضرب مثل على ذلك عندما زار الأمم المتحدة كان برفقته زعيم الطائفة المسيحية المطران أو الكاردينال المساميات ما أذكر بالضبط زي بابو رئيس الكنيسة المسيحية استحبه معه للقاء الأمين العام للأمم المتحدة ليوضح للعالم أجمع بأن المجلس الأعلى يضم كل الأطياف وكل الأخوة أيضا كان معه من الأخوة الكرد كان الشيخ البرزنشي يرافقه في رحلاته إلى العديد من البلدان العالم لطرح مظلومية الشعب العراقي بعربه وكرده وسنته وكان يلتقي بكل الطواف وفي كل الأوقات وصار على خطاه السيد عبد العزيز الحكيم عزيز العراق وكذلك الآن نحن في المجلس الأعلى نشارك أخوتنا المسيحيين وأنفسنا الأخوة السنة في كل مناسباتهم فالمجلس الأعلى يؤمن بهذا العراق المتكامل المقتدر الحقيقة الوقت لا يتسع لذكر ما فعله السيد الحكيم على الساحة العراقية وعلى الساحة الدولية بالتأكيد أستاذ حسان ولكن أيضا نود أن بعض الإضاءات حول ما جاء في خطاب الشيخ حمودي يعني حتى أن المرأة كان لها الدور الكبير في توصيات شهيد المحراب فهي مهمة في عملية التغيير وهي من تصنع الرجال ويجب الاهتمام بها حتى لا نغمن حق المرأة العراقية الصابرة المجاهدة بالتأكيد بالتأكيد المرأة العراقية هي كفاطمة الزهراء وكزينب صبورة وتعمل من أجل أسرتها ومن أجل مجتمعها اليوم لو لاحظت وراجعت الفيلم الذي سجل للمناسبة ستجد أن وجود المرأة كان تقريبا نصف أو أكثر وهذا دليل على اهتمام المجلس الأعلى بالعنصر النسوي المرأة التي هي الأم والأخت والزوجة والبنت فالمرأة هي نصف المجتمع وهي التي تخلق الجيل المؤمن كذلك الشباب كان لهم حضورا كبيرا هذا اليوم والذي هم يمثلون عماد المستقبل فنحن وكذلك ذكر سماحة الشيخ في خطابه أن العراق بلد مستقل ويجب أن يستمر على هذه الحالة وتطرق إلى العديد من الأمور منها الحالة الاقتصادية مؤكدا على أن الشعب العراقي يجب أن يحافظ على صناعته وزراعته وأن يتوجه العراقيين لتشجيع المنتوج العراقي حفاظا على هذا الاقتصاد الذي قد أصابه بعض الخلل في الأيام أو الفترة الماضية فالاعتماد على المنتوج العراقي وصنع في العراق هذا الشعار الذي رفعه المجلس الأعلى ورفعه سماحة الشيخ حمودي صنع في العراق يجب أن تكون هدفا لكل العراقيين لرفض السوق العراقية بما تنتجهه الأياد الوطنية للحفاظ على الاقتصاد العراقي والأمثلة كثيرة بالتأكيد سيد حسن إذا سمح لأذهب إلى سيد قرات الشرع تحدثنا عن فترة قبل السقوط والعمل السياسي في المهجر ماذا لو تحدثنا عن العودة إلى الوطن فأن هذه المراحل الجليلة من حياة شهيد المحراب لربما كان تاجها هي الشهادة في صحن أمير المؤمنين سلام الله عليه والمعروف بأن حزب البعث وأبنابه لم كان يدرك جيدا خطورة بقاء الشهيد الحكيم لما قدمه من خطوات كبيرة عجلت في دعم أو في المحو التدريج لآثار البعث ورسم ودعم الديمقراطية الجديدة والناشئة في العراق فكان هذا هو الحافز الأول للتخطيط لعملية اغذياله بلا شك للأخوة العزاء جناب سمعت السيد بالقدم الأول الذي وضعه على أرض العراق من طرف شرمسة البصرة كان ينظر بشدة ما بين الشوق والألم وكان الدموءه تدرف يشارك الآخرين في بقائهم هم يبكون شوق للقياه وهو كذلك يبادلهم هذا وبنفس الوقت يبكي ألما وسمعناه منه مباشرة على أنهما هذه الأطفال التي يعيشون حالة الحفاث وحالة البؤس وبرك النفط تحت أقدامهم يتحرك وهو مشروع في كل حيثيات المشروع إلى أن وكانت الشهادة ليس بعيدة عنه وليس غريبة عنه كان يلهج في كل أدعيته في الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة فإنه يطلب الشهادة أن تكون خاتمة حياته ولكن الأمة تريد منه شيء آخر إما النصر وإما الشهادة كان المجتمع الإنساني يريد أن يجد السيد متألق وهو متألق ويبقى قيادة ربانية لهم ولكن هذه الوحدوية وهذا الالتفاف وهذه المحبوبية التي شعر بها الأعداء عاجلوا له ولم يمهلوه إلا خمس شهور أو أكثر أو أقل بقليل ولو جمعنا الخطب لو وجدناها 14 خطبة أو 13 خطبة وكل هذه الخطب كانت على عبارة عن مدرسة فعاجلوا له بذلك اليوم وبذلك النوع وقد الأجيب والغريب أن سمحت السيد في نفس اليوم قد حذر من هذه الوقوفات العشوائية في طرق المؤدية من النجف وفروع النجف إلى مكان المصلة إلى مكان حرم الإمام علي عليه السلام قد حذر منها واعتبرها حالة غير طبيعية ويخشع الآخرين منها فعجلوا له بهذه الكمية الآلية 700 كيلوغرام من الـ TNT المواد المتفجرة الشديدة بمقدار ما لهم من حنق وحمق وضغل لأنهم يعلمون أن هذه الشخصية لها القدرة على أن توحد المجتمع الإراقي بل المجتمع الإسلامي ولا يريدوا أن تكون هناك عون للجمهورية الإسلامية ولا يريدوا أن تتكرر تجربة الجمهورية الإسلامية إذا كانت تكررت بشكل أو آخر بقدرة قادر فلا يريدوا هذا ولذلك صبوا جام مغضبهم على هذه الشخصية من أجل أن يتخلصوا منها ولكن نسوا أن أبناء الشهيد وأحفاد الشهيد ومريدي الشهيد والذين يسيرون على خط الشهيد هم متواجدون ويوما بعد يوم يتألقون نعم السيد الشهيد شخصية له القدرة على توحيد الأمة ووحدة الأمة ووضع الإلاجات وششقيص الأمراض وهذا قد بان من خلال خطاباته ومن خلال مواقفه أنا في يوم من الأيام أذكر لكم كان وفد من قبل الأخ جلال طلباني الله يرحم قالوا له نحن نمثل عندك السيد جلال طلباني قال لهم وتمثلوني عنده انظر الروح الوحدوية المخلصة الوطنية الكبيرة وتمثلوني يعني لا فرق وكثير ماذا نريد أن نذكر وماذا نريد أن نقول للمفردات التي كلها تشع معرفة وفهم ووطنية وحب وآدولوجية وحنو وقعا كان شخصيا متكاملة للأطراف والكمال لله الكمال المطلق ولكن كمال الإنسان في مقدار رقيه العقلي وسموه الأخلاقي وهذا وجدناه ونمسناه لدى السيد أشكرك شكرا جزيلا سماحت السيد فرات الشر عضو أهيئة العامة المجلس الأعلى الأسلامي العراقي أثريت الحوار في هذا الملف وشكر كثير لحضرتك الأستاذ أحسان الحكيم شكرا جزيلا عضو المكتب التنفيذي المجلس الأعلى الأسلامي العراقي أثريت الحوار ضيوفا كراما ونتواصل معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع حياكم الله مجدد المشاهدي الأحبة بعد أن وصل الدينار العراقي لأدنى مستوياته منذ ثمانية عشر عام واثق الكاهلة الطبقات المهمشة سارعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ جملة قرارات صفها النواب ومراقبون للمشهد إنها جريئة وستردم الهوى بين الدولار والدينار العراقي خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف مع ضيوفنا الكرام لكن بعد أن نشاهد التقرير الآخر الدولار يترنح بين محطات الارتفاع المستمر مقابل انخفاض قيمة الدينار العراقي والحكومة الحالية تعمل على إنعاش الاقتصاد في مرحلة احتضاره بعدما دخلت قيود الأياد الخارجية على خط صنع الأزمة التي تنذر بخطر مقبل على اقتصاد البلد لكن التصدي من قبل حكومة الخدمات التي عملت جاهدة هو من يوقف نزف الارتفاع المستمر أما الإخفاق المستمر لمحافظ البنك المركزي دفع الحكومة إلى إعفائه من مهامه بعدما جاء بإجراءات وصفت من قبل خبراء الاقتصاد بالحلول الترقيعية التي لا تسهم بقلع جذور المشكلة من ضمنها حين اجتمع بعدد من تجار البلد لتحويل تعاملهم مع المصارف مباشرة لإيقاف استمرار المضاربين فلم تحدث تغييرا ملموسا فهذه الخطوة جاءت من قبل رئاسة الوزراء كحل لتفادي الأزمة قبل تفاقمها وما تزال المعالجات لتقلب سعر الصرف على عاتق الحكومة باتخاذها خطوات حقيقية وفعالة بعدما جاءت من توجهات رئيس مجلس الوزراء باجتماعه الأخير مع الذوات المعنية في إطار تخفيف الأعباء المالية لتقلبات العملة الأجنبية وتأثيرها على المواطن في الوقت الذي أشاد فيه المراقبون بجدية الأجهزة الحكومية في إجراء إصلاحات اقتصادية وفق معايير القانون لإبعاد الضرر عن المواطن وفق الإمكانات المتوفرة حياكم الله مجدداً مشاهدي الأحبة أرحب بي ضيفي الكريمين الدكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي حياكم الله دكتور رجل كريم وأرحب بي ضيفي الكريم السيد محمد البغدادي المشرف العام لمركز الاستقصاء الوطني للدراسات الاستراتيجية ضيوفاً كراماً في الأستوديو دكتور عبد الرحمن اتحدث عن خطوات رئيس الوزراء المتخذة يوم أمس وأمس الأول حول المحاولة للسيطرة على الفروقات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالتالي كانت هناك إعفاء لمحافظة البنك المركزي تكليف محافظ آخر والاجتماع برؤساء غرف التجارة بعدة مستويات من الناس المعنيين كيف تنظر إلى هذه الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل رئيس الوزراء شكراً جزيلاً أصد تحياتي لحضرتك والضيف الكريم ولكل المشاهدين الأكان الحقيقة أنا متابع بموضوع تقلبات سعر الصرف تغيرات الكبيرة اللي حصلت الإجراءات يوم أمس يعني رغم أنه أنا شخصياً أعتقد أنها متأخرة لكن أن تأتي الآن أفضل أن تتأخر أكثر أعتقد أنه هذه واحدة من الخطوات اللي ممكن أن تساهم في الحد من ارتفاع سعر الصرف تغير السيد المحافظ كان ضرورة جداً وننتظر من السيد المحافظ الجديد أن الخطوات التي سيتفضها حتى ممكن أن نحكم على مدى المدة الزمنية اللي نحتاجها حتى نعود إلى سعر الاستقرار اللي هو الـ 470 الخطوة الثانية السماع من التجار وأنا أيضاً شاهدت هذا الموضوع المشكلة الأساسية أنه إحنا الكثير من تجارنا أو معظم تجارنا لا يتعاملون مع النافذة دي شكل مباشر خلينا قاقعك دكتور عبد الرحمن يعني ما دام جبنا طار التجار خل نذهب إلى الأستاذ محمد البغدادي المشرف العام لمركز الاستقصال وطن الدراسات الاستراتيجية حيات الله أستاذ الله أستاذ محمد يعني غرفة تجارة بغداد هذه الغرفة التي تضم شريحة مهمة من التجار تجار بالتالي يعني ما الذي يستطيعون أن يقدموا خصوصاً بعد اجتماعهم مع رئيس الوزراء في موضوعة تقليل الفوارق في سعر الصرف شكراً لكم على إتاحة فرصة لنا لإبدأ أراءنا بالنسبة لغرفة تجارة بغداد هي تعتبر النقابة أو الجمعية أو الممثلية للتجار العراقي وبالتالي هي حلقة الوصل ما بين التاجر والحكومة وبذلك تستطيع إضاح وجهة نظر التاجر مقابل الحكومة وبكذلك أنه أخذ رأي التاجر وإبداء الآراء الخاصة إلى الحكومة وبذلك تكون هي حلقة الوصل ما بين الحكومة والتاجر وبذلك أنه يوم أمس التقى السيد الرئيس الوزراء بتجار العراقيين ببعض التجار ورؤساء الغرفة التجارية لكي يقوموا بإيصال وجهات نظر التجار إلى الحكومة وبذلك تقريب وجهات النظر وإيصال طلبات التاجر العراقي إلى الحكومة وبذلك أنه اتخذ مجموعة من القرارات لصالح التجار ومنها مثلاً فتح الاتبالات المستندية لصغار التجار وكذلك فتح نافذة جديدة لبيع العمل الأجنبية في المصرف العراقي للتجار وكذلك استطاعوا أخذ صلاحية من البنك المركزي بمنح 500 مليون دولار لغرض فتح اعتمادات مستندية في البنك العراقي للتجار بالإضافة إلى تسهيد بعض الكثير من الإجراءات التي كانت تعرق العمل التجار العراقي في الاستعادة التصدير وكذلك فتح الاعتمادات وأهم شيء أنه يصال صوت التاجر العراقي إلى الحكومة وكذلك أهم شيء أنه تعهد السيد الرئيس الوزراء باجتماع دوري اسبوعي يضم كافة الغرف التجارية بالإضافة إلى جهات المسانية لهم أو الحلقات الوصلة بين الحكومة والتجار أرجع حضرتك الدكتور عبد الرحمن يعني آسف المقاطعة كنت أتحدث عن هذه المنظومة التي يجتمع بها رئيس الوزراء وبالتالي لاحظنا على مستوى على الواقع أنه كان هناك انخفاض في سعر الصرف يعني هل لهذه الإجراءات السريعة الأثر في ذلك وهل ستستمر استمر هذا الانخفاض لا هو هذا الانخفاض نحن بالاقتصاد نسميه الانخفاض النفسي يعني التفاؤلي بصراحة باعتبار أنه تغيير الإدارة إدارة البنك المركزي والإثيان بإدارة جديدة ممكن أن تكون معها حلود فضلا عن أنه الإدارة الجديدة الآن هي أصلا كانت مستلمة يعني سيد المحافظ الجديد المكلف هو أصلا كان محافظ سابق للمدة من عام 2015 إلى عام 2020 أنا ما أذكر وفترة شهدة استقرار في سعر الصرف لم يتقلب كثيرا يعني كان 1200 من الـ 16 إلى 2020 اللي حين تغييره من قبل الحكومة السابق وهذا أيضا واحد من عوامل الأطمئنان لكن اليوم أنا أعتقد أنه عاد من جديد هذا يطلب الآن أنه نطلع على الإجراءات التي سيتخذها السيد المحافظ في كيفية معالجة الأزمة ولبنان معالجة الأزمة بشقين الخارجي وفي كيفية التفاوض مع البنك الاحتياط الفدرالي على آليات جديدة وأنا أعتقد أنه هو مؤهل وقادر على لفظ هذا الدور لأنه يكون مقبولية دولية له والداخلي يحتاج إلى الإجراءات الحكومية أن تفعل الإجراءات الحكومية يوم أمس السيد رئيس الوزراء طبعا مثل ما ذكر الأستاذ محمد أنه هناك لقاءات دورية ستكون مع التجار وهذه رح نسمع بشكل مباشر سيد رئيس الوزراء رح يسمع من التجار مشاكلهم حتى يجد إلها الحلول السريعة والآنية اللي رح تخفف من الأزمة لأنه أنا يهمني أنه تتوفر السرع والبضايع بالسوق المحلية حتى ما نحس بشح وترتفع الأسعار بشكل كبير نتيجة شح السرع في اعتبار أنه إحنا نستورد تقريبا 90% من احتياجاتنا والأمر الآخر أنه الإجراءات اللي أوعز إلى وزارة التجارة أن تدخل بشكل مباشر وتوفر مثل هذه المفردات صحيح هي راح تنافس القطاع الخاص لكن أنا أعتقد أنه هناك أزمة وهذه الأزمة من الضرورة جدا تدخل وزارة التجارة بتوفير مادة البيض يعني كمادة أساسية الطحين والدجاج وربما بقوليات ومنتجات أخرى اللي هي الحقيقة لها مساس بحياة المواطن الاعتيادي وقوتها اليومي فأنا أعتقد أنه نحتاج إلى فترة ليست بالقليلة حتى ممكن أن تعود الأمور إلى نصابها يعني أحنا هسا الهم الأساسي أنه يوقف زحف الدولار يعني الآن حتى وإنه الآن رجع بارتفاع لكن أنا ما أريد أن يرتفع بشكل كبير وهناك نظرة تشاؤمية أنه يعني يوم يعني بكرة بيش راح يكون نتوقع يصعد لو ينزل لا يصعد مثلا بعد بكرة يصعد إحنا الآن نتوقع أنه راح ينزل بالإجراءات الجديدة وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه واحدة من خطوات النجاح نعم أستاذ محمد يعني نتحدث أيضا عن هذه الخطوات اللي يتخذها رئيس الوزراء السوداني بأنه كان هناك ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الراهن وهذا الموضوع بطبيعة الحال حسب مراقبين لم يكن قرارا حكوميا إنما آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزي لترشيد عملية بيع الدولار عبر نافذة العملة طيب في هذه الحالة التجار العراقيين لما يكون لديهم توجيه بالتعامل بالعملة العراقية كيف سيكون التعامل مع البائع المفرد أو هذه المسألة من جانب بالعملة العراقية ومن جانب آخر الاستيراد بالدولار التداول مدام أي حاجة مستوردة من خارج لا يمكن الاعتماد على البناء العراقي التداولات للبطايا الداخلية في السوق العراقية داخل السوق ممكن تداولها بالديناء العراقي لكن أي بضاعة مستوردة من خارج كلها يجب معتمد اعتماد كلها على الدولار ومثلما تشوفون أنه الأسواق مليئة بالبطايا أغلبها مستوردة نحن ما عدنا إنتاج محلي نهائي يعني هل شغلة بسيطة جدا نحن ما نعتبرها إنتاج محلي لأنه أصلا هي معتمدة اعتماد كامل على المواد الأولية المستوردة وبذلك ما نقدر نعتبرها إنتاج عراقي لذلك ما عدنا إنتاج عراقي حتى نقدر نعتبر يعني مثلا لو نقارن نفسنا في إيران مثلا أو في إروسيا مثلا لما صارت عليها حصار دولي ما تأثر بالحصار لأنه كل المدخلات للعملية الإنتاجية كلها بالعملة المحلية وبذلك مخرجاتها كذلك بالعملة المحلية فلذلك ما يصعد الدولار أو ينزل الدولار ما مهتمين للمنتجات لأنه ما التأثر نهائيا بأي سعر يعني كل موادها أول يوم من العملة المحلية مستوردة ومنتجة داخل البلد نفسه لذلك أنه لا يمكن التعويل على استخدام الدينار العراقي لكن استخدام الدولار هو الرئيسي وبذلك لكن مقابل هذا أنه اليوم بعض الإجراءات اليوم اللي سمعناها أنه مثلا أطلق سيد رئيس الوزراء اليوم مثل ما شفناه بوسائل الإعلام أطلق خمس ملايين ومئة ألف حصة غذائية للمشهورين بالإعانة الاجتماعية هالوجبة طبعا راح أكيد راح تقلل من حاجة الناس البسيطة المعوزة اللي محتاج أحسن تشتري من الأسواق أكيد راح تجيها حصة مجانية وبذلك يعني أكيد راح يخفف الطلب على المواد الغذائية المستوعدة وكذلك أنه اليوم كذلك أعلنوا أنه راح يتم توزيع أو بيع الدجاج والأسماك والحليب للكبار بأسعار مدعومة خلال الأسبوع القادم مثل هذه القرارات تتأدي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية للأسواق وبالتالي الطلب على الدولار كذلك ومما أثلج صدورنا كذلك أنه اليوم تصريح محافظة البنك المركزي الجديد بعدما استلمى الثامن اليوم أنه تعهد بإعادة سعر الدولار إلى سابق عهده وقبل العزمة وإن شاء الله يكون نشد إيدنا على إيد المحافظة البنك المركزي ونأيد هالخطوات هذه بس إن شاء الله تأتي رياح بما تشتهي السفن ويرجع الوضع على مكان قبل الأزمة قبل اختلال الأسعار في هذه الأثناء هناك تشديد دكتور عبد الرحمن من قبل رئيس الوزراء على العمل المقدم من قبل الهيئة العامة للضرائب بأن يكون وفق المعايير معايير النزاهة والقانون تحديدا وأكد أن الحكومة ما رح تتساهل إذا أي ضرر يكون فيه المواطن هو الضحية وهنا نتحدث عن العملة التي تخرج ولا ترجع ببضائع هنانا لنتحدث عن أكثر من مؤسسة ما يخص هي العامة للضرائب هنا أنا أعتقد أنه هو سمع كثيرا من من التجار مشاكلهم التي تتعلق بالضريبة وآلية التحاسب الضريبي وأعتقد أنه أتخذ مجموعة من الإجراءات ربما التأجيل التحاسب ولكن أنا أعتقد أنه الحل ليس بالتأجيل بقدر ما أنه أتمتت هذا الجهاز لأنه التاجر هو ما يريد يتخلف عن دفع الضريبة لكن يريد يدفع الضريبة اللي هي استحقاقة فعلا يعني أنا طبعا هذا للكل يعني أنا مو يعني دائرة أحسن صورة بالعكس لا هم يشعون إلى أن يتحاسبون ضريبيا ويمكن أن أستاذ محمد راح يشاطر من الرأي لكن ليس ليس بأرقام مغالى بها يعني أنت تقوم بعمل تجاري ربحك مئة ألف يجي حاسبك على يمكن عشرة مليون دينار ويقدر المخمن بكيفة وساومات كذلك هذا العمل أنا أعتقد أنه راح ننجز أو أيضا نفس الشيء بالنسبة للهيئة العامة للمنافذ الحدودية وللقمارك أيضا نحن يحتاج أنه تسهيل إجراءات دخول البضاعة والتحاسب على قيمة البضاعة الأصلية ومو بس هاي احنا عدنا مشكلة أخرى أنه السيطرات اللي تمر بيها أيضا ممكن أنه يتعرض أنا ما راح أتهم هذا الاتهام لكن احنا نسمع من التجار أنه قسم من السيطرات يأخذون عمولات يأخذون تسهيل أمر حتى ممكن أنه تمر الشاحنات بوقت سريع للمخازنها وبالتالي هذا أيضا كلها احنا جد نخفف من التكاليف على التاجر أنا أعتقد أنه راح يبيع لسعر معقول بالسوق نعم إذن جأحة الفساد اللي يتحدث عنها رئيس الوزراء في أكثر من محفل يجب أن تكون هي منظومة متكاملة يفافح الفساد ويقدم الخدمة للمواطن كما وعد الإطار التنسيقي بأن تكون هذه الحكومة حكومة قدمات وكما وعد خدمات للمواطن أنا أشكرك أشكرا جزيلا لدكتور عبد الرحمن عشداني الخبير للاقتصادي أثريت الحوار في هذا الملف وأشكر كثير لحضرتك لسعر محمد البغداد المشرف العام لمركز الاستقصار ومن الدراسات الاستراتيجية كلمة أخيرة تتفضل حضرتك من نصف دقيقة نحن في غرفة تجاهة بغداد دائما نقوم بوضع يعني تشكيل لجان وعقد اجتماعات مع الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للقماري مجتمعا وأنا شخصيا في آخر لقاء اجتمعت معهم وطلبت أنه تسهيل إجراءات التحاسب الضريبي منسبة للبطايا المستوردة بدل ما أنه يكون بالمنفذ الحدودي يستلمون تأمينات وفيما بعد يتم التحاسب في ضريبة المهنة طلبت أنه يتم إنهاء التحاسب في المنفذ الحدودي ووضعه تحاسب نهائي لكن جوب هنا بالرفض يقولون دائما أنه التعليمات ترفض هل شيء يعني التعليمات هي مقرأة منزلة يجب أنه لا يجب التعاون في غاية الأهمية والسلام الحمد ونتمنى أيضا أنه يعني في لقاءات نتمنى أنه تسهيل لها الإجراءات في لقاءات أخرى راح نستثمر هذا المحور ونفرد لأنه حديث خاص ونستضيب حضرتك وضعيك من خاصة صين في هذا الموضوع وكرر شكري لحضرتك شكرا لدكتور عبد الرحمن المشهداني وشكري مصبول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله